السؤال الأول يقول السائل ما قولكم فيما نشره بعض الناس من فتوى للشيخ الفوزان في رجل ثم نزل هذه الفتوى على الشيخ يحياء بن علي الحجور والجواب والله الموفق للصواب هذا الرجل الذي قدم السؤال للشيخ الفوزان الذي يظهر أنه من الحاقلين على الشيخ الحجور حجره الله وقدم سؤالا مجملا ومثل هذه المسائل ما يحفظ أن يقدم لها بهذا الإجمال وفي الدروس العامة وإنما يسأل الشيخ في مجلس في مجلس هادئ ومكان هادئ ويسمى له المسؤول عنه هذا الذي كان هذا الذي ينضع أن يفعله هذا من جهة من جهة أخرى الشيخ الفوزان فيما ظهر لي أنه تسرع في الإجابة شكرا لكم